اللهم صلي وسلم وبارك على زيدنا محمد ازايكا عملين اي وحشتوني معيكم جهات هنحضر مع بعض النهاردة الاززو اطعم سويس رول سمي بقى سويس رول سمي بصي انا من عشاء بصراحة الكيك الهوهوز اللي هو بحشوة الفراولة والكريمة وولادي بيشتروها كتير اوي من برا فانا فكرت ان انا اعمل كيكة بسيطة خالص تبقى نفس طريقة كده سويس رول واحشي من جوه كريمة وكمان فراولة حاجة بقى بيتي مضمونة منقدم لاولادنا حاجة مغزية وصحية من عمال ايدينا يعني مفيش اسهل من جدا الكيكة اسفنجية وطعمها خاطير حلوة جدا هيكون معي هنا اتنين بيضة وفانيليا ومعلاق بيكينج بودر اتنين كباية ايب كباية الا ربع سكر وكباية لبن وربع كباية زيد هي دي المقادير بتاعتنا اللي هنحضر بيها السويس رول بتاعنا كيكة سهلة خالص وبسيطة ومش بتاخد وقت ولا مجهود وتعمليها بقى بصي في اقل من دقتين بجد طحفة وطعمها حلوة جدا هنجيب البولة هبدأ انزل كده بكباية الا ربع سكر وكمان هضيف عليها اتنين بيضة وهضيف على الاتنين بيضة رشة صغيرة من الفانيليا لو عندك الفانيليا السائلة بجد بتبقى طحفة جدا وانا بصراحة بفضلها عن البودر كنت بستخدم في الاول اكياس الفانيليا بس لقيت ان الاكياس الفانيليا السائلة طعمها حلوة جدا وتدي ريها حلوة قوي وكمان بتغطي بقى على زفارة البيض وبجد خطيرة حلوة جدا ضفت كمان ربع كوباية الزيت وقلبت كل المكونات مع بعض كويس قوي لحد ما السكر بتاعي ده تقدر يبقى تستخدمي الخلاط في الوصفة او تستخدمي المضرب اليدوي الكهربائي زي ما تحبي انا استخدمت المضرب اليدوي علشان اوديك ان هي سهلة خالص زي ومسيطة والنتيجة هتبقى طحفة نزلت بقى اول كوباية من الدقيق وقلبت المكونات مع بعض كويس جدا وبدأت انزل بمعلقة من البيكينج بودر وهنزل كمان بالكوباية التانية من الدقيق اهم حاجة ان الدقيق بتاعنا يكون منخول بيفرق جدا جدا في الكيك بيكون من عوامل نجاح الكيك بتاعنا ان لازم الدقيق يكون منخول علشان بقى نكتنب كده وجود اي تكتلات او اي حاجة هو ده القوام المزبور بصي قوام سائلي خالص ازاي كريمي لا منه تقيل ولا منه خفيف حاجة وسط كده بجد طحفة هنجيب بقى الصوق بتاعنا بتاع الفرن بيتباع في كل الاماكن انا فرشته كده بورقة زبدة واهم حاجة لازم تدهيني ورقة الزبدة بتاعتك بحاجة بسيطة كده من الزبدة علشان لما تيجي تلف السويسرول وتفكي ورقة الزبدة من عليه تلقيه تفك معيك بمنتهى السهولة وما يلزقش في الكيك بتاعك انا فضيت كده كل الخليط اللي موجود معي بالشكل ده وهدق بقى اوزعه في الصوق بتاعتي باللس باتلة او ان انا امسك الصوق واحركه كده في الجوانب بالشكل ده عشان الخليط يروح لكل جوانب الصوق بتاعي الكيك بتاعنا لازم صمكه يكون رؤية خالص عشان ده سويسرول لما نيجي نلفه يعمل طبقات كده رؤية او شكلها حلو جدا الكمية حلوة هدخل بقى الصوق بتاعي فرن على درجة حرارة 180 ويكون صخن من قبلها بيعط بالضبط حوالي من 10 ل 15 ديئة مش بياخد اكتر من كده حابة شغالي الشوية زي ما تحبي بجد سهل وبسيط ويجنن وهنعمله بقى بطريقة سهلة خالص ولا بقى هنلف السويسرول نحطه في التلاجة شوية او نغطيه انا حشيتها على طول هيكون عندي هنا مربط الفراولة بدأت اضيفها كده بالشكل ده على نص السويسرول بتاعي مربط الفراولة طحفة جدا وبتدي طعم حلو قوي ميكس كده مع الكريم جونتي اللي هنحطه في الحشو يريد بس ما نقطرش المربط علشان ما يبقاش السويسرول مسكر قوي ويدي أولادنا لما يكلوه يدوب كده يكون فيه مربط بسيط خالص بجد الطريقة دي سهلة خالص وبسيطة والطعم بجد والله طحفة ما يفرقش كتير عن الكيك اللي بنشتريه من بره بل وافضل بكتير انا كمان حبيت احط مربط كده على طرف السويسرول الجانب التاني حاجة بسيطة علشان لما يجاء الف السويسرول الطبقات تلزق في بعضها هنحط طبقها في النص حشوة كده من الكريم جونتيم الكريم جونتيم بيتباع في السوبر ماركت في اكياس انا جبت الكيس وضربته مع كباية لمن متلجة وعطى ضربهم كويس جبنا بالخلاط سوري المضرب الكهربائي او تضربيه بالمضرب اليدوي بس هياخد معيك وقت شوية مفيش اسهل من كده لو مش عندك لمن تقدري تضربيه مع ميا متلجة بس انا حسيت كده ان اللبن بقى عايز اديله طعم حلو اكتر وكمان عايز اقدم لولادي حاجة مغزية كده واحس ان انا اديتهم كتعة كيك افدتهم بيها خدوا بيد واخدوا اللبن وحاجة من عماية الايدي يعني حاجة نجحة ومضمونة هنلف بقى السويسرول بتاعنا كده بالراحة خالص بصي باللف بورقة الزبدة ونشيل ورقة الزبدة شوية بشوية وهتلاقيها بتتفكي معيكي بمنتهى السهولة سهلا خالص وبسيط حتى لو حسيت ان في حتة تقطعت منك او حاجة ما تقلقيش كل ده هي الدارة مع اللف نبدأ نلف كده مرة كمان انا عملته على طول يا دوبك بس استنيت الكيك بتاعي برد وحطيت الحشوات وعملته على طول ما عطيتوش بقى فوطة وسبته على جم لا انا عملته في وقتها وفي ساعتها بجد سهلة خالص وبسيط والكيكة نجحة واسفنجية وخطيرة وفعلا تستحك التجربة انا لفتها بالشكل ده الميزة بقى الحلوة قوي انك لازم تدهني ورقة الزبدة بتاعتي لان لما في ورقة زبدة مش بيكون نوع كويس لما بنيجي نفك السويس رول من عليه بنلاقيه اللزق في الكيك فاحنا لازم ندهنه كده طبقة بسيطة خالص من الزبدة علشان يبقى سهلة علينا واحنا بنشيله من على الكيك بصي بقى السويس رول بتاعنا شكله عامل ازاي؟ لونه دهبي ويجنن وانا كمان هزينه معيك تزيين بسيط خالص خالص وكله على قد الايد وعلى قد امكانياتنا سهلة خالص وبسيط هنجيب بقى السكينة المشرشرة ونبدأ نقطع حلقات قد بعض شبهت بالزبط كده كيكا ههوز او كيكا منجيني اللي بتتباع بيبقى سويس رول كده في مربع بالكريمة بيبقى طعمه طحفة والله بجد ده طعمه احلى مراحل طعمه خطير هنقطع بقى اهم حاجة تكون السكينة مشرشرة وهنقطعه كده كده قد بعض هيعمل بالزبط معي 12 كده وماشاء الله الكده حجمها حلو قوي بصي شكله عامل ازاي؟ بجد جن وخطير الكريمة بقى في النص مع مربع الفراولة وهش قوي وطري واسفنجي وبجد طحفة انا هنا بقى حطيته في طبق التقديم شكله بجد جن ومغري انا عايز اقولك ان هو اتاكل في وقتها من كدر حلوته لازم تجربيه وتعمليه سهل قوي وبسيط وكمان مقديره بسيطة للتزيين بقى زي ما تحبي عايز اتقدميه كده برحتك انا كان عندي بقى الكريمة اللي حشيت بيها من جوه عندي الوان خطيت نقطة صغيرة من اللون الروز ولو انت الكريم جونتي بتاعك كمان بيتبع في السوبر ماركت كريم جونتي بتعم الفراولة بيكون لونه بالشكل ده تقدر تستخدميه وتعمليه حطيته كده في كيس الحلواني وحطيت القمع وعملت وردات بسيطة بالشكل ده وللتزيين بقى انا كمان حبيت اسهل عليكي خالص وابسط دلوقتي العينب موجود فحبيت احط كده عينباية فوق كل كتعة من السويس رول على الوردات اللي عملتها من الكريم جونتي يعني بقى العينب عمل نفسه كريز بجد شكله طحفة تقدر يبقى تزييني بخطوط شوكولاتة تقدميه سادة خالص يعني زي ما تحبي انت بقى ودماغك وافكارك في التزيين يعني مفيش اسهل من كده وشكله شيك جدا لو قدمتيه لديوفي بجد هيعجبهم قوي بتقدميهم حاجة كده قيمة وطعمها طحفة وشكلها شيك وكل حاجة كانت بسيطة خالص والإمكانيات خالصة على قد ايدينا احلى حاجة انك تعملي لأولادك حاجة من عميل ايديكي تكون مضمونة ونجحة ومش مهمة لأول مرة فشلتي ان شاء الله هتنجحي المرة الجاية وهو طريقته سهلة خالص ووسيطة وبإذن الله لو نفستيها هتكلي احلى واطعم كيك سويس رول بحشوة الفراولة مربة الفراولة والكريم يا رب الفيديو يكون عجبك ومتنسيش تعملي شير كتير للفيديو شكرا مكتر شكرا 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 شكرا